سلمة مثل ما بيقولوا الابتسامة هي سر جاذبية للإنسان وحتى هي سر قبولنا للأشخاص يلي حوالينا في ناس المشكلة أنه تحاول تخفي هاي الابتسامة بسبب مشكلة صحية موجودة عنهم من هاي المشاكل الموضوع رح نتابعه بالتقرير التالي ونرجع نحكي عنه الابتسامة هي المفتاح لعلاقاتك بمحيطك لكن غالبا ما نجد أشخاص يحاولون إخفاء ابتسامتهم بسبب معاناتهم من مشكلة صحية تضع بالابتسامة اللاثوية وهي مشكلة تؤثر على الأسنان لكن لا يمكن اعتبارها من ضمن الأمراض حيث يظهر الصف العلوي من الأسنان أصغر من السفلي وتأخذ اللفة المساحة الأكبر وتحتاج تلك المشكلة لتدخل جراحي ما هي أسباب الابتسامة اللاثوية وما خيارات العلاج الممكنة؟ لنعرف الجواب نرجع للسيديو صباح نغير ميسان متل ما تابعنا بالتقرير أولى مواضعنا لليوم رح نحكي فيها عن الابتسامة اللاثوية أو الجامي سمايل شو مقصود بالابتسامة اللاثوية؟ وكتير من الأشخاص بيعانوا من هاي المشكلة كيفية التعامل معها وعلاجها أكيد لح نحكي بالتفاصيل مع ضيفتنا لليوم الدكتورة دانم سلم الاختصاصية بطب الأسنان وتجميلة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحكم يسعد صباحك دكتورة دكتورة اليوم عن جد يعني الابتسامة مثل ما قلنا بالمقدمة هي تصير جاذبية الإنسان دائما تقبلنا للآخر حتى هي بتعطي فرح وسرور بالعلاقات بين الأشخاص بس في مشكلة اللي هي المشكلة اللاثوية خلينا نحكي عنا شو أسبابها وليش بتظهر عند الإنسان؟ هلأ بداية موضوع القمي سمايل أو الابتسامة اللاثوية هي عبارة عن أنه ظهور كمية زائدة من نسيج اللاثوي خلال الابتسامة الكاملة أو الابتسامة العريضة فعالة الشكل الطبيعي لما بيتسم الشخص ابتسامة كاملة بتظهر أسنانه كلها مع جزء بسيط كتير من اللاثة لما يكون عنده وبيعاني الشخص من مشكلة القمي سمايل بتظهر اللاثة بشكل أكبر من المطلوب يعني أكثر من مثلاً 2 ميلي خلينا نقول 3 ميلي فأكثر هون صارت مشكلة تجميلية حقيقية اللي هي القمي سمايل يعني هي هي كتعريف بداية نعم هي وراثية؟ هلأ زرنا نحكي عن أسلابها فأكيد في منشأ وراثي يعني في استعداد وراثي ممكن تشوفي كذا حدا بالعيلة الوحدة عندهم هاي المشكلة طيب دكتورة بشكل عام كتير من الحالات بيراجعوكن هلأ وبيختلف رغبتون حتى بتغيير هذا الشكل بين أنه حدا بدي أخد منحة كلي يعني أنه يخلص نهائيا من هاي الابتسام الجراحي وفي أشخاص صار فيه وسائل تانية نشرح هي الوسائل اللي عم تعتمدوها حاليا لمعالجة هذا الشكل هلأ بداية أنه نحن لازم نعرف سبب هالمشكلة يعني كتير مهم الطبيب يشخص صح لأنه كلما كان إلى سبب يعني أسباب عديدة وممكن يشترك أكتر من سبب بتحديد هاي المشكلة فلازم نعرف السبب لأنه العلاج بيكون مختلف تماما باختلاف السبب يعني أنا إذا عرفت شو هاي المشكلة شو سببها عند الشخص بيختر له خيار علاجي مختلف عن غيره هلينا نعرف الأسباب الممكنة؟ هلأ أهم أكتر الأسباب شيوعان هي متعلقة بتكون بالشفة العلوية يعني لما بيضحك الشخص الابتسامة الكاملة أو العريضة منلاقي أنه يا أما بتكون شفته كتير قصيرة أو أنه بترتفع بشكل زائد يعني العضلات المحركة لهالشفة نشيطة زيادة فبترفع زيادة فبتظهر عنها هاللثة بشكل كبير يعني هذا الغير مفروض هاد أحد الأسباب بتكون متعلقة بالشفة يعني ما خص الأسنان ما خص اللثة بحد ذاتها إنما هي العلاقة بالشفة العلوية يا أما بتكون قصيرة يعني الطول مكافي أو أنه بترتفع وبتقشوت لفوق بشكل زائد هاي علاجة مثلا مختلف تماما عن غيره لأنه نحن بكون العلاج خاص بالشفة أما بنعمل لها بوتوكس هاي الحلولة طبعا الجديدة الحديثة اللي ما كانت موجودة قبل كان قبل فقط الحل للجراحي يعني ما عنا غير إنه نلجأ للجراحة بينما هلأ حسب الأسباب بنختار علاج مثلا بسيط بهالحالة اللي حكيتها ممكن نعمل بوتوكس بهالمنطقتين هون نقطتين هون نقطتين هون بنخلي العضلات اللي عم تحرك هالشفة بشكل زائد إنها ترتاح من شل العضل بالبوتوكس فبترخي بصير لما بيبتسم ما بيظهر هالمنظر هادي بس هلحل مؤقت فينا نعتبره تماما أكيد هلأ البوتوكس يمكن نحكي عنه كتير هي مادة إلا ميزات كتير سهلة سريعة ممكن غير مكلفة مثل عمل الجراحي بس عيوبة هلأ صارت مكلفة كل شيء هلأ مكلف عيوبة إنه هي حل مؤقت يعني نحن بنجدده كل خيان نقول 6 شهور يعني ماكسمى بتخدمنا 8 شهور من 6 إلى 8 شهور فبدأت ضل المريض إذا مهتم إنه يجدد العمل الجراحي دائما كمان هو بيكون أكثر تعقيدا بس طبعا بيكون العلاج طويل الأمد خلينا نقول يعني ما بيحتاج المريض إنه يجدده أو يكرره بنفس الطريقة أسباب وقت نحن بنرجع للجراحة هل هو سبب مختلف عن موضوع وقت بيكون في مشكلة بالابتسامة أو بالشفة إي طبعا أكيد لأنه حكينا عن أول سبب اللي إنه حله بسيط يعني إذا كان المريض عنده هالمشكلة فحله بسيط كثير نحن نلجأ للجراحة بحالة واحدة والغالبا بتكون جراحة تكون مشكلة عظمية عند المريض يعني مشكلة هيكلية إلا علاقة بالفك العلوي بعظم الفك أما بيكون بارز للأمام فلما منضحك بيقدر إنه بيدفوش الشفة لفوق فبتظهر اللتة زايدة أو إنه بيكون زيادة بالبعد العمود يعني طول العظم الفك عندي زائد يعني هاي مشكلة نحن عم نحكي عظمية من الولادة من قبل يعني مو إنه مشكلة صارت مع المريض فإما بيكون عنده عظم الفك طويل زيادة أو بارز وهون الحل الوحيد اللي عنده بدي يكون هو عمل جراحي يعني جراحة تقويمية أو جراحة هيكلية بنسميها هون شوي أكثر تعقيداً تعرفوا لما بنقول عمل جراحي يعني في مضاعفات يعني في وزمة في ألم في كدمات فهون شوي بعاني المريض وبدو فترة للشفاء أو النقاها أكبر بكتير من الحلول مثل البوتوكس طيب دكتورة كمان دخل الليزر بالعلاج الجامس مايل خلينا نحكي عن كيفية استخدامه وقدام ممكن يكون مفيد ومختلف عن العلاجين الثانيين اللي حكيان عنه حلو أنك حكيتي عن الليزر لأنه هو أحد التقنيات كمان الحديثة مثل البوتوكس يعني ما كانت موجودة سابقاً فهلأ عم نستعين فيها وحل كتير سريع وسهل بس بتعالج حالة معينة يلي هي بيكون السبب أنه الليثة بحد ذاتها هي فيها دخامة ما بتكون دخامة لثوية أو بتكون هي نامية بشكل زائد يعني هي مغطية للأسنان فبيكون هون عندي الحل أنه أنا أقطع هاللثة إما بالطريقة الجراحية بالمشرة أو صار عنا هلأ خيار الليزر الليزر أسهل؟ أكيد بيتميز بسهولته لأنه ممكن نحن نعملها للمريض بدون تخدير يعني كثير من الحالات ما بيكون فيها الألم يعني ألم كثير بسيط فممكن ما نحتاج تخدير ما فيه نزف كمان هون هذا غير العمل الجراحي اللي فيه ونزف كبير هون ما فيه نزف ما فيه كدمات نحنا مثل عم نرسم بألم كونتورينج نعمل لللثة بنقدر نتحكم بشكل يعني بنرسمها بالشكل اللي نحنا بدنا ياه شكل التجميلي فأكيد ناول استفدنا من خاصيتان الجراحة والبنفس الوقت الشي التجميلي البسيط يعني بدل ما نقطع بالمشرت أو المشرت الكهرباء هذول القديم نقطع حلق بالليزر بدون نزف بسرعة بسهولة ما فيه ألم وما فيه المضاعفات اللي بتصير بعد العمل الجراحي يعني هذا الوقت احنا بنلجأ لهي الحالة ما فينا ما بيكون عنا مشكلة عظمية بيكون بس عنا الأسنان صحيحين لا كيمكن اللسة بيقولولها نازلة شوي نازلة أو نامية بشكل زائل يعني مغطية للسن تغطي السن تضغي عليه نعم فأنا لما بقطعها بالعكس منسميها هي عملية تطويل التي جان الأسنان يعني بتصير السن أصلا عم يظهر أطول لما أنا بشيرها اللسة اللي مغطيته نعم كيف ممكن يحافظه هل بيصير فيه انتكاسات أو لا هلأ صراحة نعطيه بعض النصائح خصوصي إذا كان عامل عمل جراحي فيه نصائح كثيرة لقله بس الحقيقة هي مو بيئذوا الموضوع يعني إذا كانت الحالة ناكسة فهو الشخص ما بيقدر يعمل شي هي بعد فترة اللثة مثل أي نسيج بالجسم بينمو مع الوقت فنحنا بنقطع هاللثة بنعطيها شكل حلو كل شي بس فيه احتمال كبير بنحط المريض بالصورة أنه ترجع تنكس ترجع تتكرر هالحالة هلا المهتم بالناحية التجميلية وهالمشكلة فعلا عملت له إزعاج أو إحراج فهو يتابع معنا كل ما يحس أنه نزلت شوي برجع بيجي نعمل له هكي مثل تتش بسيطة روتوش بسيط نرجع نعمل كونتورينج لهاللثة يعني اللي مهتم بهالناحية التجميلية أو عرضته لأذى لإزعاج بحلة يعني بتابع معنا ففي مرضى مثلا بيعتبروها أنه أصلا ما بيلاحظوها يعني هي نسبة وتناسب يعني قدما كان عم يظهر من هاللثة شكل زائد ممكن يتعج المريض إذا شي بسيط في ناس كثير بلاحظ أني أنا كتطبيبة مختصة تجميليا بلاحظة فورا بينما الشخص نفسه ممكن يكون مونتبه له وما بتعنيه وما يحاول أصلا أنه يعالجه الشخص يلي عنده الإبتسامة اللثوية بشكل عام إذا هو عنده مثلا مثل ما قلنا أنه لسه شوي زايدة هل هل هن بيتضايقوا بشكل عام بحياتهم يوميا غير بالشكل التشبيلي يعني بالمضغ بتفريش الأسنان أو بغيره صراحة لا لأنه هي مشكلة خلينا نقول تجميلية بحثة يعني بشكل أساسي هي مشكلة تجميلية ما أنا مشكلة صحية أو طبية يعني ما بتزعج المريض بالأكل بالشرب بالحكي لا هي غالبا يعني العلاقة مرتبطة بالجمالية وقت الإبتسامة يعني غالبا المرضى اللي بيراجعونا بيلولي أنه مثلا شوفي صورتي لما عم بابتسم بالصور عم حس أنه في شي غلط ما بيكون أصلا قدراني حدد شو المشكلة فهي تجميلية بحثة ممكن تصير مشكلة صحية إذا ترافقت مع أمور أخرى العلاقة بسوق ارتصاف الأسنان بالتهابات اللثة يعني مشاكل تانية غير نعم أكيد يعني اليوم ما عطتنا نصائح متعددة عن مشكلة ممكن تكون شائعة عن بعض الأشخاص وكيفية علاجها نشكر وجودك معنا الدكتورة دانا مسلم شكرا لإلكم اختصاصية بطب الأسنان علاجة وتجميلة شكرا لك شكرا لإلك دكتورة